صباح الخير يا سنة الرابعة يا رب تكونوا بغير شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض على أهم النقاط اللي أخدناها في مادة مهارات معنية وأتمنى تبقى كلها سهلة وبسيطة وربنا يوفقك يا رب في الامتحان هنبتدي أول حاجة أول حاجة أخدناها في المنهج اتكلمنا عن الأسرة والأسرة قلناها هي المكون الأساسي والرئيسي للمجتمع طيب الأسرة بتنقسم لحاجتين أسرة نووية وأسرة ممتدة طيب الأسرة النووية دي اللي هي عبارة عن الأم والأب والأبناء طيب الأسرة الممتدة دي بقى أسرتنا الكبير اللي هي الأب والأم والأبناء والجد والجدة والخال والخالة طيب أخدنا برضو أن الأفراد الراشدين في الأسرة اللي هم الأب مثلا والأم والأفراد الكبيرة دايما هم اللي بيوفروا الإحتياجات الأساسية يعني الأب بتلاقيه دايما هو اللي بيوفر الأكل والشرب وبيدفع مثلا فلوس المدرسة الملابس هو اللي بيجيب المال طيب الأشخاص الأكبر سننا برضو هم اللي بيعلموا الصغيرين بيعلموهم القيم والأخلاق زي التعاون العطاء تقديم المساعدة طيب أخذنا برضو أن احنا لازم نتعامل بأدب مع الآخرين ولما نتعامل بأدب مع الآخرين لازم نستخدم عبارات مهذبة ومناسبة للموقف يعني مثلا غلط يبقى لازم تعتذر يبقى حتقول إيه لما تجي تعتذر أنا آسف طيب عايز تطلب حاجة من حد هتقوله إيه من فضلك بعد إذنك ممكن تديني الحاجة دي طب لو حد ادك حاجة هتقوله إيه عشان تعبر عن إمتنانك هتقوله شكرا يبقى أنت لازم تتعامل بأدب مع الآخرين وتستخدم عبارات مهذبة ومناسبة للموقف غلط تعتذر عايز تطلب حاجة تطلبها بطريقة مهذبة عايز تشكر حد أنه عمل لك حاجة أو إدك حاجة برضو هتشكره بطريقة مهذبة طيب وعرفنا كمان أن الحب والإحترام هم اللي بيحققوا التربط الأسري يعني إيه تربط أسري؟ يعني الأسرة تكون بتحب بعضهم ومتربطة كده ووقفة جنب بعضها وبتساعد بعض طيب فيه أوقات كده الأسرة بتتجمع فيها مع بعض وبيحتفل وسوا احتفلات كثيرة بقى عيد الأم عيد الفطر عيد الأطحى راس السنة ودايما دايما دايما الاحتفلات بيكون جزء أهم فيها أو جزء مهم جدا الموسيقى يعني مثلا في عيد الأم دايما بتلاقي التلفزيون والوقت ده بتلاقي فيه أغاني معينة طلعت وانتشرت في الوقت ده قبل رمضان مثلا بتلاقي فيه أغاني عن رمضان ابتدت تبقى موجودة على التلفزيون وحتى إحنا بنغنيها لعيد الفطر وعيد الأطحى راس السنة أي مناسبة دايما الموسيقى بتكون مرتبطة بالاحتفالات والهدايا والمصابقات طيب أخذنا إيه كمان؟ أخذنا كمان إن كل شخص في العيلة عنده دور والدور ده بيتغير حسب السن والحالة الصحية يعني مثلا انت دلوقتي ابن في العيلة دي ليك دور كابن طيب لما تكبر وتبقى أب هل دورك حيفضل زي ما هو ولا حيتغير؟ هل مسئولياتك حتيفضل زي ما هي ولا حتتغير؟ طبعا حتتغير يبقى دورك في العيلة أو في الأسرة بيتغير على حسب سنك وكمان على حسب الحالة الصحية بمعنى إيه؟ للوقتي مثلا لقدر الله القب اللي موجود في الأسرة تعب طيب القب ده كان بيشتغل وبيجيب فلوس طيب القب ده تعب مين بقى اللي حياخد الدور بتاعه؟ مين اللي هيعمل المسئوليات بتاعته؟ بقيد أفراد العيلة يبقى هنا الدور بتاع أفراد العيلة البقين اتغير على حسب الحالة الصحية نفسرد إن حد لا قدر الله الأب أو الأم ماته طب مين اللي هيقوم بالدور بتاعهم؟ برضو باقي أفراد الأسرة يبقى دور باقي أفراد الأسرة أو دور الأسرة أو كل حد داخل العائلة أو الأسرة بيتغير على حسب السن بتاعه وعلى حسب الحالة الصحية بعد كده اتكلمنا عن اتفاقية حقوق الطفل وقلنا اتفاقية حقوق الطفل دي كانت عبارة عن بنوة كتيرة جدا من ضمنها أن الطفل ليه حق في التعليم وأنه لو أقل من 18 سنة لازم يعيش داخل بيئة أسرية وأن لو لا قدر الله حد من أفراد العيلة أو عيلته اتوفى بيودوه لمكان يعيش فيه أو يعيش داخل أسرة أو بيئة أسرية طيب وقلنا أن مصر كانت من أوائل الدول اللي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل تمام يا صنع ربع بعد كده اتكلمنا عن مصادر المعرفة وقلنا أن احنا عندنا مصادر معرفة كثيرة جدا وأسمناها لحكتين كنا فيه عندنا مصادر مطبوعة ودي زي الكتب والمجلات الحاجات اللي أنا بقدر أمسكها في إيدي وفيه عندنا مصادر معرفة رقمية والمصادر المعرفة الرقمية زي مثلا المكتبات الموجودة على الإنترنت أو مثلا المقالات العلمية وكل دي حاجات أنا ما بقدرش ألمسها بإيدي طيب وزي كمان إيه؟ زي بنك المعرفة المصري يبقى احنا أخدنا مصادر المعرفة وقلنا منها مطبوع ومنها رقمي وطبعا اتكلمنا عن بنك المعرفة المصري وقلنا لبنك المعرفة المصري ده ده مجاني لجميع المصريين طيب بعد كده أخدنا أجزاء الكتاب وقلنا إن أي كتاب عندنا يتكون من كذا جزء بيتكون من الغلاف الخلفي وبيتكون من الغلاف الخارجي وبيتكون من الغلاف الداخلي وبيتكون من صفحة الحقوق والنشر وقائمة المحتويات والمتن أو المحتوى واللي هو بيبقى أكبر جزء موجود في الكتاب يبقى تكلمنا عن الغلاف الخلفي اللي هو الغلافة المنورة تكلمنا عن الغلاف الخارجي اللي هو الغلافة المنورة أول واحد ده خالص اللي هو الكفر وتكلمنا عن الغلاف الداخلي اللي هو أول صفحة خالص في الكتاب وتكلمنا عن صفحة الحقوق والنشر اللي بيكون فيها معلومات عن دار النشر وتاريخ الإصدار بتاع الكتاب وقائمة المحتويات اللي هي الفهرس بتاع الكتاب والمثل أول محتوى وده اللي هو الجزء الأكبر اللي موجود في الكتاب طيب وقلنا إن الكتب بتصنف في المكتبة حسب نظام اسمه نظام ديوي العشري ونظام ديوي العشري ما بيقسمش الكتب على حسب مثلا ألوانها ولا على حسب أشكالها ولا حتى اسم المؤلف اللي عملها لا هو بيقسمها على حسب موضوعاتها بعد كده أخدنا النباتات وأسنها لنعين قلنا في نباتات عشبية زي الكسبرة والنعناع والقرفة وفي نباتات زينة ونباتات الزينة دي أسنها برضو لنعين في نباتات زينة بتطلع زهرة وردة يعني زي الفل مثلا وفي نباتات ورقية غير مظهرة ما بتطلعش زهرة زي مين؟ زي نبات البوتوس طيب بعد كده قلنا برضو أن نباتات أسنها لنعين حسب احتياجها للضوء في نباتات بتحتاج تتعرض لضوء مباشر زي نباتات مثلا اللي بتعيش في الصحراء دي بتعيش في إضاءة جمدة إضاءة مباشرة زي نبات الصبار وفي نباتات ما بتتحملش الضوء المباشر بنسميها نباتات الظلي زي البوتوس طيب بعد كده تكلمنا عن السماد السماد ده من العناصر الأساسية للنبات وأنا بضيفه للتربة مباشرة أو عن طريق المية بتاعة الراي بدهو فيها السماد وبس يزرع بالمية دي وبيكون جواها إيه؟ جواها سماد يبقى أنا عندي السماد ده من العناصر الأساسية الموجودة للنبات وقلنا بضيفه للتربة مباشرة أو بدوبه في مية الراي طيب كمان لازم القصيص اللي أنا بزرع فيه النبات يكون مناسب للحجم بتاع النبات أوكي بعد كده خلصنا الجزء ده واتكلمنا عن شوية مشاكل ممكن تحصلوا إزاي عليكها زي مثلا لو لقيت شقوق أو تصدعات موجودة في الحيطة قلنا بنستخدم معجون للشقوق دي لأنه لو لقيت تشقق أو تصدع في الجدرون باستخدم معجون وسكينة معجون وباملق الشقوق دي والفراغات طيب حلو جدا اتكلمنا كمان عن عملية الديهان أو الطلاق وقلنا دي العملية النهائية خالص بعد ما صنفر ونظف يعني دلوقتي عندي شق أو صدع في الحيطة باخد سكينة المعجون والمعجون وأملى الصدع ده بعد كده أستنين شف خالص واجيب ورق الصنفرة وصنفر الحتة دي بعدين أنصد كل ده من التراب والغبار وبعد كده أعمل عملية طلاق يبقى عملية الديهان والطلاق هي آخر مرحلة بعد عملية الصنفرة والتنظيف بعد كده تكلمنا عن السياحة وقلنا أن السياحة دي من أكبر المجالات المهنية في مصر بتوفر فرص عمل كتيرة جدا طب ازاي؟ أنا في مصر عندي أماكن سياحية كتيرة جدا وبما أنه عندي أماكن سياحية كتيرة جدا فعندي ناس كتيرة بتشتغل في مجال السياحة عندي مرشدين سياحيين عندي مثلا ناس بتشتغل في مجال الطيران عندي ناس بتشتغل في الطاقم بتاع الطائرة عندي ناس بتشتغل في الفنادق وعندي ناس بتستقبل الناس في الفنادق كل دي ناس عددها بيزيد كل ما كانت الأماكن السياحية كتير وبما أن الأماكن السياحية كتير فبالتالي السياح اللي بيزوروا المكان ده كتير فبالتالي أنا محتاجة فرص عمل كتير برضو طيب بس في شوية مشاكل ممكن تواجه السائحين ودي برضو احنا تكلمنا عنها نفترض أن أنا عندي سائح جاي من تركيا أو جاي مثلا من أمريكا اللي جاي من تركيا أو من أمريكا دول هل هم بيتكلموا مصري؟ في احتمال واحتمال لا بس في الغالب هيكونوا ما يعرفوش مصري أنا عندي اللوحات الإرشادية اللي بتكون موجودة أو مكتوبة في الشارع بتكون مكتوبة باللغة العربية لأن احنا بلد عربي طيب الناس بقى اللي بتجي أجانب دي مش بيعرفوا يقروا اللوحات الإرشادية دي مش بيعرفوا يفهموها فدي أول مشكلة بتواجههم صعوبة قراءة اللوحات الإرشادية تاني مشكلة ممكن تواجههم عدم معرفتهم للطرق طبيعي جدا أنهم ما يعرفوش الطرق لأن دي بلد جديد عليهم وهم مش من هنا أو مش من البلد دي طيب بعد كده تكلمنا عن الفنانين وقلنا الفنانين دول لازم يكون عندهم مهارة التطوير من أداءهم بشكل مستمر سواء كان الفنان ده مثلا رسام سواء كان ممثل أو أيا كان الفنان ده نوع الفن بتاعه إيه طيب اتكلمنا بعد كده عن المشكلة وقلنا يعني إيه مشكلة قلنا هو موقف بيمر بيه الفرد وبيحتاج لحل مناسب من خلال مراحل التفكير العلمي يبقى عندي يعني إيه مشكلة ده موقف الفرد بيمر بيه وبحتاج أن أنا أحل المشكلة دي طيب إيه هي خطوات حل المشكلة أولا لازم أحدد المشكلة ثانيا لازم أفكر في كذا حل للمشكلة دي وأحدد الإيجابيات والسلبيات لكل حل لأنا اخترته يبقى أنا أول حاجة بحدد المشكلة اللي عندي بعد كده بفكر لها في أكتر من حل بعد كده بحدد الإيجابيات والسلبيات لكل حل من الحلول دي وآخر حاجة أنا بختار أحد الحلول بناء على السلبيات والإيجابيات اللي أنا حددتهم طيب بعد كده تكلمنا عن العناصر الأساسية للمسرحية قلنا إيه العناصر الأساسية للمسرحية؟ الشخصيات ودول الممثلين اللي بيمثلوا في المسرحية الإطار وهو الإطار الزماني والمكاني يعني المكان والوقت الوقت والزمن اللي بتحصل فيهم القصة والحبكة بتاعت القصة أو المسرحية وقلنا أو اتفقنا إن أي مسرحية في الدنيا لازم يكون فيها صراع والصراع دا اللي هي المشكلة اللي بتواجه الشخصيات في القصة دي يبقى أي مسرحية في الدنيا لازم يكون فيها صراع أو قضية بتنقشها والمسرحية دي في آخر القصة هتوصل لحل للمشكلة أو الصراع دا مثلا بتتكلم عن الإيثار بتتكلم عن التنمر بتتكلم عن الفقر مثلا بتتكلم عن أي حاجة المهم إن في نهاية القصة دي أن حوصل لحل للقضية دي بعد كده اتكلمنا عن دكتور هاني عازر وقلنا ده مهندس مصري متخصص في الهندسة المدنية وقلنا ان هو احد افضل مهندسين تشييد الجسور والانفاء في العالم وقلنا ان هو حصل على وسام الشرف فين بالضبط في المانيا واهداء لوطنه مصر قلنا اللي كان عنده صفات كثيرة قوي زي العزيمة والدقة ومهارات التواصل الجيدة اللي خالته يقدر يتواصل مع اسراد العالم اللي معين بعد كده اتكلمنا عن الموارد وقلنا ايه موارد؟ قلنا دي الحاجات اللي بتمتلكها الاسرة من امكانيات مادية او بشرية تخليهم يقدروا يلبوا احتياجاتهم ويشبعوا رغبتهم والموارد البشرية او الموارد دي نوعين موارد مادية وموارد بشرية طيب يعني ايه موارد مادية؟ الموارد المادية يعني حاجات محسوسة حاجات اقدر المسها واتعامل معاها زي مثلا العربيات البيوت اللي عندنا الفلوس الهدوم كل دي تعتبر موارد مادية امه لإيه الموارد البشرية الموارد البشرية زي القدرات والمواهب اللي عندك صوتك حلو مثلا بتعرف ترسم ودي حاجات بتميز كل شخص عن التاني يعني مثلا انت ممكن تكون بتعرف ترسم بس اخوك لأ صوتك حلو مثلا في القرآن بس ببك لأ والعكس يبقى الموارد البشرية دي القدرات والمهارات والمواهب اللي موجودة عند كل شخص فينا ودي بتختلف من شخص لشخص بعد كده تكلمنا عن التنمية المستدامة وقلنا التنمية المستدامة دي بتحافظ على البيئة بتاعتنا وعلى كوكب الأرض وأخذنا 3 طرق نحافظ بيها على الأرض بتاعتنا أول حاجة وهي الحد من الاستخدام يعني إيه الحد من الاستخدام؟ يعني ما تستخدمش غير الحاجات اللي انت محتاجها بس تقلل الحاجات وما تستخدمش غير الكمية أو الحاجة اللي انت محتاجها بس إعادة الاستخدام معناها انت تستخدم الحاجة دي مرة تانية إعادة التدوير معناها أن أنت تغير من شكلها يبقى أنا عندي ثلاث طرق أقدر أن أحافظ بيهم على كوكب الأرض الحد من الاستخدام، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير طيب وعرفنا أن الإبداع أو التفكير الإبداعي هو صانع الفن يعني النجار مثلا أو أي حد بيعمل حرفة جميلة جدا دايما بيكون عنده الإبداع طيب يعني إيه تفكير إبداعي أو تفكير ابتكاري؟ معناها أن أنت بتستخدم الحاجات المألوفة العادية جدا وتعمل منها حاجات غير مألوفة زي مثلا ممكن تاخد قصصات الورق وتعمل منها لوحة معمولة من الفسيفساء الفسيفساء دي صورة مصنوعة من قطع صغيرة من مواد مختلفة ممكن عملها بالسيدي، ممكن عملها بالورق، ممكن عملها مثلا بالفخار، ممكن عملها بحاجات كتيرة جدا بعد كده اتعرفنا على المواد صديقة البيئة قلنا يعني إيه مواد صديقة البيئة؟ دي المواد اللي أقدر أعيد تدورها تاني وأحولها لمنتج جديد طيب بعد كده تكلمنا عن الميزانية قلنا يعني إيه ميزانية؟ معناها إن انت بتحط قائمة بمتطلبات الشهر بتاعتك يبقى كل حد فينا بياخد أو بيعرف هو بيقبط كان في الشهر وبيعمل جدول كده بيحدد فيه متطلباته خلال الشهر طيب من إيه يعني إيه المتطلبات دي؟ يعني إحنا بناكل بفلوس قد إيه؟ بنشرب، بنلبس، بندفع مثلا كهرباء ونور، إيجار بيت الحاجات دي كلها أنا بحطها في جدول وبكتب قدام كل بند منهم أنا بدفع فيه فلوس قد إيه وبشوف أنا بقيني قد إيه وبخلي بند كده اسمه بند القد خار يبقى مرة تانية إيه ميزانية؟ دي قائمة بمتطلبات الشهر من طعام وشراب وملابس وتعتبر بنود الميزانية غير ثابتة يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه بنود الميزانية غير ثابتة؟ يعني مثلا أنا الشهر ده احتجت مثلا أشتري طعام بـ 300 جنيه هل ضروري إن الشهر الجاي أشتري طعام بـ 300 جنيه برضو؟ لا ممكن أشتري مثلا بـ 200، ممكن أشتري بـ 400، ممكن تزيد، ممكن تقل ممكن يكون الشهر ده عدد الأفراد بتاعتنا مثلا خمسة، الشهر جاي بقوا ستة، فيه مولود جاي جديد على البيت، يبقى أنا محتاجة مثلا أجيب له حليب واجيب له أكل واجيب له بامبرز واجيب له حاجات كتير يبقى الميزانية بنودها غير ثابتة، متعددة ومتغير يبقى مرة أن يعني إيه ميزانية؟ هي قائمة بالمتطلبات بتاعتنا خلال شهر من طعام، شراب، ملابس، والبنود بتاعتها تعتبر غير ثابتة بعد كده تكلمنا عن لليجول سدغات، وقلنا لليجول سدغات دي مربع بيئية وراوية قصص قلنا إن هي استخدمت مهارات التواصل عشان تقنع الناس بالتغيير طب إيه كانت المشكلة عند لليجول سدغات؟ المشكلة عندها إن هي كانت بتقول أو بتشوف إن المواد البلاستيكية التي لا يعاد استخدامها بتضر جدا بالبيئة يعني الأكواب البلاستيك اللي أنت بتستخدمها مرة واحدة وترميها الأزايز البلاستيك اللي بتستخدمها مرة واحدة وترميها الأطباق الشوك المعالق كل الحاجات البلاستيكية التي لا يعاد استخدامها بتضر جدا بالبيئة ليه؟ علشان البيئة مش بتحللها بتفضل موجودة زي ما هي من أول يوم اخترعنا في البلاستيك لحد ده النهاردة الحاجات البلاستيكية دي لسه موجودة في البيئة مرحتش ومتحللتش ومتخلصنش منها وده طبعا بيدر بالبيئة تخيلوا مثلا لو البلاستيك ده وصل للبحر متخيلين الكائنات البحرية ممكن يحصل لها ايه؟ ممكن تتخنق بسبب الأكياس البلاستيكية ممكن الكائنات البحرية نفسها تاكل البلاستيك ده فده حيقصر على صحتها يبقى الكائنات البحرية حدت أذى ممكن تمرض طب حلو جدا هو أنت بتاكل سمك ولما بتاكلش باكل سمك يبقى أنت كمان إيه لا يحصل لك هتعي يبقى المواد البلاستيكية التي لا يعد تدورها بتؤذي جدا بالبيئة وتعتبر من ايه؟ تعتبر من أكبر المشكلات اللي بتواجه البيئة فلنجلسة غاد كانت شايفة أن دي مشكلة كبيرة جدا فعملت ايه؟ بطلت أنها تشتري المواد البلاستيكية دي خالص بس بس كده وبس دي عملت توعية للناس وقارت لهم يا جماعة لازم يكون عندنا استهلاك واعي لازم تعرفوا أن أي حاجة أنتوا بتشتروها أو بتستخدموها وبتأثر على البيئة دي فبالتالي عملت ايه؟ عملت أو استخدامت مهارات التواصل لإقناع الناس بالتغيير وقارت لهم يا جماعة أن المواد البلاستيكية دي بتضر جدا بالبيئة مش بتنفعها طيب وآخر حاجة أخدناها البيان الإعلامي وقالنا البيان الإعلامي ده أنا باستخدمه علشان أجذب انتباه الناس وأعمل إعلان عن حاجة محددة ومهمة زي مثلا أن أنا أعمل إعلان عن حاجة أو منتج أو أعمل إعلان مثلا عن ندوة هتحصل عن مثلا إعادة التدبير يبقى الغرض من البيان الإعلامي إيه؟ أن أنا أجذب الانتباه وأعمل إعلان عن شيء مهم ومحدد دلوقتي هنحل شوية أسئلة مع بعض اختر الإجابة الصحيحة يمكننا إنتاج تابلوهات متميزة من خدمات متنوعة من القماش ويسمى ذلك أبليك تريكو تطريز أنا هعمل تابلو مميز جدا من القماش بس هستخدم إيه النوع اللي أنا هستخدمه؟ هستخدم الأبليك ولا التريكو ولا التطريز يبقى الأبليك يبقى أنا حسبت قصصات الورق دي على جزء ورق أكبر منه أو على جزء قماش عفوا أكبر منه يبقى ده الأبليك اللي هو الخيامي يستطيعون ما للبناء؟ إصلاح السخنات المياه ولا تشغيل الآلات والطلاق ولا إصلاح الأجهزة الكهربائية؟ أكيد تشغيل الآلات والطلاق طيب يعتبر إيه من البنود المهمة لمراجعة الظروف الطارئة؟ أكيد الإدخار يبقى أنا البنود المهمة اللي أنا هحطها عشان أواجه بيها الظروف الطريقة في الميزانية بند الإدخار اللي هو البند اللي أنا هواجه بيه الظروف الطريقة حد لقدر الله تعب حد يحتاج يروح للدكتور حد يحتاج لقدر الله يجري عملية حالة ولادة أي حاجة الحاجات دي محتاجة أن أنا أحط لها في الميزانية بند معين اسمه بند الإدخار طيب من النباتات العشبية اللي بتتزرع في المنزل البوتس ولا الكزبرة ولا الجرونيا لها فأي ده كمان في إعداد الطعام الكزبرة طيب زراعة النباتات في المنزل داخل أحد الأحذية المطاطية أنا هنا ده باعتبره إيه؟ باعتبره تسوق دكي ولا تجميل المنزل ولا وضع ميزانية أكيد ده تجميل المنزل طيب النخيل المروحي ده من النباتات الورقية المظهرة ولا من المتسلقات ولا من نخيل الزينة؟ طبعا من نخيل الزينة الموارد المادية تتمثل فيما تمتلكه الأسرة من أشياء أشياء إيه بقى؟ أدوات وأجهزة بس؟ ولا قدرات ومهارات؟ ولا حاجات محسوسة زي المال والعقارات؟ طبعا حاجات محسوسة زي المال والعقارات نباتات الزينة التي لا تحتاج إلى إضاءة شديدة زي إيه؟ قلنا زي البوتوس طيب زراعة النباتات في بعض الأشياء البلاستيكية من المستهلكات القديمة يعني حاجة أزيمة وانت رجعت زرعت فيها يبقى ده طبعا إعادة استخدام تعتبر أوقات بيستمتع فيها أفراد الأسرة مع بعضهم البعض دي الإحتفالات؟ دي لجلسة دغات كتعالمة ولا مهندسة ولا مربية بيئية؟ كانت مربية بيئية طب يعتبر إيه مسرحية قصيرة؟ يقوم بها الممثلون بأداء أدوارهم ده المشهد المسرحي كلمة أنا آسف تدل على إيه؟ تدل على الاحترام بين أفراد الأسرة قلنا الميزانية دي قائمة بمتطلبات شهر والعام والليوم شهر طبعا طب صورة مصنوعة من قطع صغيرة من مواد مختلفة الفسيفساء قلنا الإبداع والتفكير الإبداعي هو صانع؟ الفن طبعا طب التعاون والحب بين أفراد الأسرة بيحققوا الترابط الأسري ولا التفكك الأسري ولا التشتت الأسري أكيد طبعا الترابط الأسري يجب قبل أن تأخذ شيئا لتصنع منه شيئا آخر أن أنت تعمل إيه؟ تطلب الإذن ولا مش مهم تطلب الإذن من بابا وماما؟ لأ طبعا 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 بالإذن ادرك أن كل حاجة أنت بتشتريها أو بتستخدمها بتأثر على البيئة يبقى دا الحد من الاستخدام ولا الاستهلاك الواعي؟ طبعا طبعا الاستهلاك الواعي طيب إحنا كده خلصنا أتمنى كل حاجة تبقى واضحة وسهلة وربنا يوفقكو في الامرحان يا سن ربعة وإن شاء الله تجيبو أعلى درجات